مساء الفولة يا ابطال طبعا موضوع البحث يشغل الناس كتير انا هقولكو بس نموذج دلوقتي ازاي تعمل بحث في اللغة الانجليزية نموذج بس طبعا مش التزام علي حد ولكن كنوع من المثال اللي ممكن اشتغل به يعني بالنسبة للناس من سنة تالتة بتدائي لتاني عدادي في اللغة الانجليزية مثلا انا ممكن اعمل بحث في الانجليز في اللغة الانجليزية في سنة تالتة ابتدائي انا بابدأ بسنة تالتة ممكن ابدأ بثينجز يو كان فايند ان دا شوب في الحاجات اللي انت ممكن تلاقيها ان دا شوب تمام ممكن اكتب عن لونج اي وشورت اي دا بحث تاني يعني دا وان دا تو ممكن اكتب اي حاجة عن جرامر ومش بس اللي انا عندي ابحث عن اي موضوع تاني اكتر من كده يعني اكتر من اللي هو في المرحلة بتاعتي بالنسبة لسنة تالتة تمام كل دا متاح وبيتكتب بالطريقة اللي انا قلتها في الفيديو اللي قبل كده بالنسبة للصف الرابع ممكن اكتب عن وده موجودة عندنا في المنهج في المنهج العادي في time ممكن اكتب how to keep the park clean ازاي حافظ عليها ممكن اكتب plural with s e s i e s v e s يعني الجامع الغير منتظم ممكن كمان اكتب اي موضوع عن الجرامر وابحث واجيب حاجات انا مش عارفها بالنسبة للصف الخامس اللي بتلاقي ممكن اكتب the aquarium متحف الاحياء المائية وده موجود عندي في المنهج the safari park برضو وابحث عنها ومعلومات اكتر من اللي موجودة في الكتب بكتير the planetarium وادر اجيب بالقبة السماوية والاجرام السماوية والكواكب واكتر من كده بكتير وفي الفضاء وممكن اكتب عن اي موضوع جرامر بالنسبة لسنة خمسة بالنسبة لسنة ستة ممكن اكتب عن باندا the Egyptian Museum المتحف المصري زازو واكتب معلومات اكتر واضعاف اضعاف اضعاف اللي موجودة في الكتب طبعا بالاضافة لكل مرحلة من دول اقدر اكتب عن اي حاجة في الجرامر كبحث مستقل سانا اقول عدادي ممكن اكتب عن modern achievements in Egypt الانجازات العصرية الحديثة في مصر عندنا كتير جدا منها في المنهج اقدر ابحث عن معلومات اكتر من كده بكتير جدا adventure sports الرياضات الخطيرة historical places الاماكن التاريخية وممكن اكتب موضوع مستقل عن اي جرامر انت تختار الصف الثاني الاعدادي ممكن اكتب عن زويسة واصف art center مركز واصف للنسيق والمنسوجات the history of chess تاريخ لعبة chess the jara cave كهف الدجارة global warming الاحتباس الحراري او اكتب عن اي حاجة في الجرامر تقدر تعمل ده اي حد من حبيبي من سنة تانية من سنة تالتة ابتدائي لغاية تانية عدادي تقدر تعمل ده alone يعني تقدر تعمل البحث ده لوحدك وده يستحسن في ظل الظروف اللي احنا فيها براحتك ممكن ممكن five pupils او students يشتركوا مع بعض في بحث واحد كل واحد يبحث جزئية ويشترك ويعملها يبقى انت قدامك انك انت تعمل ده لوحدك وقدامك ان خمسة لغاية خمسة يشتركوا مع بعض في البحث تمام برضو ده as you like زي ما تحب تمام بالتوفيق حبيبي اي نقطة من دول ويفتي فيها او مش عايز او عايز تسأل عليها ترجع لمدرسك على طول فورا تتواصل معي بطرق التواصل اللي موجودة حاليا اي مرحلة من المراحل دي ويفتي فيها ترجع للمكتبة يو كان جوجل المصادر بتاعتك تجيبها من النت اه فاي مرحلة تقدر ترجع للمدرس بتاعك لو وقفت في اي حاجة او محتاج اي مساعدة كده تقدر تقدم البحث بتاعت بي دي اف وتقدر تسلمه عشان تعتمد النتيجة بتاعتك والف مبروك مقدما وبالتوفير وغود لك